من جديد يا مرحبا بكم تتواصل الاشتباكات بين الجيش لبناني ومسلحين اسلاميين في شمال لبنان حيث استطاع الجيش لبناني قتل وأسرى العشرات من المسلحين وعثر على ثلاث سيارات مفاخخة وأكثر من خمسين عبوى ناسفة فيما هددت جبهة النصرة ببدء اعدام العسكريين المحتجزين لديها إذا لم يتم رفع الحصار عن مدينة ترابلس بحسب قولها تصاعدت حدة المعارك بين الجيش اللبناني والمسلحين في شمال لبنان واشتدت المواجهات في يومها الثالث على محاور عدة في طرابلس وعكار والميني حيث استطاع الجيش اللبناني من أحكام السيطرة على كامل منطقة الميني وقتل واعتقال عدد كبير من أفراد ما يسمى مجموعة تأخيل حبلس بعد قصف مربعه الأمني بطائرات مروحية تابعة للجيش وبحسب بيان لقيادة الجيش اللبناني فأنه تم ضبط ثلاث سيارات مفخخة بكميات من المتفجرات والصواريخ في محيط مدرسة بحمين وتم العثور على مخزن يحتوي على كميات من الأسلحة والذخائر والأعدد العسكرية إضافة إلى خمسين عبوة ناسفة مجاهزة للتفجير ومع تضييق الخناق على المسلحين وملاحقتهم حذرت جبهة النصرة عبر توتر الجيش اللبناني مما وصفته بالتصعيد العسكري بحق أهل السنة في ترابلوس مطالبة إياه بفك الحصار عنهم والبدء بالحل السلمي وأن لا ستضطر خلال الساعات القادمة بالبدء بإنهاء ملف الأسرى العسكريين المحتجزين لديها وأعدام العسكري علي البزال لكن قيادي بن نصرة أكد لوكالة الأناظول أنه تم تأجيل أعدام العسكري لمدة أربع ساعات وقد يمتد تأجيل أو يلغى بحسب استجابة الجيش اللبناني الهدف واحد هو إخضاع الجيش اللبناني استباحة الجيش اللبناني تمهيدا لاستباحة الوطن والمؤسسات وبالتالي فرض الدولات الدولة الإسلامية إلى ما هناك هذا يعني القضاء على اللبنان نهائيا لذلك نرى أن الجيش هو يدافع عن ما تبقى من بقية في الوطن وفي المؤسسات وفي الدولة إلى ذلك ومع تأكيد قيادة الجيش اللبناني الاستمرار في ملاحقة المسلحين ترتفع حصيلة القتلى والجرحة في صفوف المدنيين والعسكريين حيث تحدثت المعلومات عن سقوط ستة قتلى حتى الساعة لكن الخسائر الأكبر كانت في صفوف المسلحين في ظل التخوف من تحويل ترابلس إلى عرسال ثانية فإن المواجهة مع الخلايا المسلحة ستستمر وسط تساؤلات حول مدى ارتباط هذه الخلايا مع تنظيمي داعش والنصرة والمخططات التي كانت تنوي تنفيذها بالتوازم مع ما يجري في عرسال وهنا تؤكد الأوساط على ضرورة مضيء الجيش اللبناني في هذه المعركة لإفشال أي محاولة لإشعال ترابلس وتحويلها إلى إمارة إسلامية ليلة خليل ألغد العربي بيروت من بيروت ينضب إلى العميد هشام جابر الخبير العسكري سيد عميد في البداية بعد انقضاء مدة الأربع ساعات التي حددتها النصرة باعتقادك هل سيستجيب الجيش اللبناني لمطلبيها؟ لا أطلاقا لا أعتقد أن الجيش اللبناني استاذ موسى سيرضخ لمثل هذا الابتزاز لأنه فعلا إذا رضخ سيكون ذلك حلقة في مسلسل طويل لأن عمليات الابتزاز ستستمر نحن الجيش اللبناني اليوم يخوض معركة لإنقاذ مدينة ترابلس وإنقاذ أهل السنة في ترابلس من الذين يروعونهم ويختخذونهم ضروعا بشرية وهذه البيانات التحريضية لا قيمة لها أهل ترابلس يعرفون ذلك جيدا لكن هناك حاضنة شعبية كبيرة عندما تقول إنقاذ أهل السنة هناك هناك حاضنة شعبية كبيرة لهم تؤيدهم نعم هذه الحاضنة الكبيرة نسمع كل فعاليات ترابلس تقول أن هذه الحاضنة لا تتجاوز الواحد بالمئة أما إذا كانت أيضا الواحد بالمئة هو نسبة كبيرة نحن نتحدث عن مليون مواطن يسكنون منطقة الشمال هذه الحاضنة ربما كانت من بعض الشباب الذين يشكلون الخليل أنا لا أستهين بعددهم نحن نعلم وتعلم قيادة الجيش على أن هناك المئات من الخلايا النائمة وكل خلية نائمة تحتوي العشرات لذلك هذه ستستيقد يعني بعد الأخرى أن ما أصبح لدى الجيش والسلطات معرفة تامة شادي المولوي وأسامة منصور وأبو هريرة وكل هؤلاء الذين أطلق سمح لهم وكان خطأ أنا برأي كبير أن تقوم الدولة بفتح ممر لهم منذ أسبوعين وخرجوا من أحد المساجد إلى حيث يشاءون هكذا قيل وإلى أين يشاءون لكن هنا سؤال يطرح نفسه يعني الآن الجيش اللبناني في وضع لا يحسد عليه إطلاقا لكن البعض يحمل أيضا الجيش اللبناني مسؤولية هذا الاحتقان ضده بمعنى أنت تعرف أن أهل الشمال وأهل طرابلس ربما متعاطفين جدا مع الذي يحدث لجرانهم السوريين ويرانون الجيش اللبناني يغض الطرف أمام أرتالي حزب الله بينما هو يستأسد على أهل طرابلس فما ردكم على هذه النقطة؟ لا أردي على ذلك الجيش اللبناني الشمال وترابلس وعكار يشكل خزانا أساسيا لجيش اللبناني اسمح لي أنا صريح وواضح وموضوعي ويجب أن يعلم الجميع أن كل هذه الدعايات والافتراءات هي باطلة كل الشهداء الذين سقطوا من عكار وحتى الذين دبحهم عناصر نصرة وداعش في جرود عرسال ثلاثة منهم من أهل السنة ومن أهل عكار عكار وترابلس تمثل خزانا للجيش اللبناني أما أن يتغاضى ويتغاضى الجيش اللبناني يواجه مجموعات اعتبرها العالم كله وبأسره مجموعات إرهابية وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية وأربعين دولي والمملكة العربية السعودية وخادم الحرمين أنا لا أفهم هذا الكلام الذي يتهم الجيش اللبناني الذي تعرض في عرسال للقتل ويدافع عن حدود لبنان واليوم يتعرض في ترابلس وهو يدافع عن أمن هذه المدينة هذا تفسير مضى عليه الزمن عندما كان هؤلاء يعتبرون ثوارا نعم اليوم لا يعني ليس هناك من مجال بتسميتهم ثوارا دخلوا الأراضي اللبنانية وهم يخطفوا جنود لبنانيين يهددون بذبحهم وذبحوا بعضهم ويهددون بالاشتياح ونبقى نسميهم ثوار ضد النظام السوري ليذهبوا إلى سوريا فعلا وليقاتلوا ضد النظام السوري ساعة إذن نوافق على هذا الكلام طيب سيد العميد من ناحية عسكرية حرب الشوارع وأنت تعلم بأن لا يكاد يخلو منزل في شمال أو في طرابلس إلا وفيه قطعة سلاح هل ينجح الجيش اللبناني في حرب الشوارع وبسط سيطراته باعتقادك أولا لا يخلو كل جيش كل بيت من قطعة سلاح صحيح إنما هل يقاتل الجيش اللبناني كل بيت هل يقاتل المواطنين الجواب لا أما المواطنين الذين أصبحوا دروعا بشرية نعم ذلك صعب جدا على أي جيش كلاسيكي ونظامي أن يقاتل في حرب الشوارع وحرب الأزقة خاصة مع عناصر مدررة جيدا ومسلحة جيدا وتقوم بتكتيك حرب العصابات ثانيا الجيش اللبناني يقاتل على أرضه يعني حتى الجيش المحتل نحن قلنا أن حتى جيش إسرائيل لم يدخل إلى غزة لأن هناك صعوبة في القتال في حرب الشوارع على الجيش النظامي فكيف بجيش يقاتل داخل مدينة ويعتبر المواطنين أخوة له وهذه أولئك المسلحين لا يتجاوز على دههم حاليا أكثر من مئة وخمسين مسلح انتشروا من باب التباني إلى السويقة إلى التل يعني اللي هي ساحة المدينة وذهبوا إلى منطقة الزهرية واحتموا بإحدى الكنائس رغم كل هذا حقق الجيش حتى هذه الساعة تقدما ميدانيا مهما داخل مدينة طرابلس ألا يخشى سؤال الخير ألا يخشى أن يمتد أوار هذه الحرب ربما ما بين باب التربانة وجبل محسن لا ما بعد فيه جبل محسن انتهى يا أقموس جبل محسن كانت حجة عندما كان هناك مسلحون يتقون النار على باب التباني والعكس اليوم يعني انتهى هذه الحجة لأن قادة المحاور في جبل محسن تركوا وجبل محسن سيطرت عليه القوات الأمنية والجيش هو الذي يسيطر على جبل محسن أما إذا كان هؤلاء المسلحون سيدخلون إلى جبل محسن لخلط الأوراق ممكن ذلك يحصل التمدد ممكن أن يحصل إيقاد الخلايا النائمة يمكن أن يحصل إنما الجيش اللبناني الذي يطلب دعما سياسيا وشعبيا أكبر من كل الفعاليات الدينية والسياسية في طرابلس أنا برأيي سيستمر في مهمته وإلا سيكون يرعى الجميع أمام مسؤولياتهم لأن الجيش سقط حتى هذه الساعة من أمس إلى اليوم عشرة شهداء من بينهم ثلاث ضباط وهذا لا يحصل عادة في الجيوش التي فعلا تقوم بعمليات دقيقة قيلا تؤذي المدنيين شكرا تزيل لكم العميد هشام جابر الخبير العسكري شكرا تتمعنا من العاصمة اللبنانية بيروت وملفاتنا متواصلة معكم من الغد العربي في لندن وفيها بعد الفاصل على خلفية الهجوم الارهابي الأخير في سيناء لجنة الإصلاح التشريعي في مصر تخر تعديلات على قانون المحاكمات العسكرية ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة